بالنسبة لحزب المحافظين رئيس الوزراء بوريس جونسون كان بيواجه تحدي من نواب حزب وأكثر ومن العالم وكانوا الجميع بيسألوه ما ستذهب النهاردة أو مبارح بالتحديد عاشية مؤتمر الحزب الناس اللي قدموا خطابات سحب الثقة من الرئيس وذول الناس من نواب الحزب بيقدموا خطابات سحب الثقة من اللجنة المسؤولة عن اختيار زعيم الحزب سحبوا اثنين من هذه الخطابات وبالتالي مسألة الحدي بتاعها والتالي يعني حظوا كويس أن الحرب داية ربما داية فسأة طبعا محبش انت يعني سبشكرايب لنظرية المؤامرة داية لكن حظوا كويس فان المعارضة الداخلية لو قال زي زي الرئيس ماكرون الفرنساوي مثلا زي الرئيس بايدن النقطة الثانية انها رفعت من شعبات حزب محارزين زي ما ذكرتي بن والس مثلا وزير الدفاع وطبعا ما قالوش ان من ست سنين المخبرات البريطانية بتدرب القيش الاوكراني وتدعم سلاح لاوكرانيا فأسهم حزب المحافظين ارتفعت كحكومة بالنسبة للاقتصاد والعقوبات الاقتصادية طبعا انا يعني لا اوافق مع وزيرة الخارجية ليز راس لانها طبعا بتكلم كلام انشائي ليس له علاقة العرض الواقع العقوبات الاقتصادية بيظهر مداها على المدى الطويل يعني دي دائما لها مدى طويل لكن تأثيرها على المدى القصير شديد وكبير على بريطانيا العقوبات المفروضة على الوليجاركيين الروس هنا ده بيؤدي الى مشكلة للناس اللي بيشتغلوا معاهم مثلا مشكلة مثلا مع نادي تشيلسي كنا جماهير الكرة في تشيلسي بتكتب باسمه رأينا مثلا ارتفاع اسعار البنزين والغاز والكهرباء وما الى ذلك لان الهيستيريا بتاعت الطاقة الخضرة وعدم التنقيب عن الغاز هنا ادى الاعتماد على الغاز مستورد من الخارج فالعقوبات الاقتصادية دائما سلاح دو حدين وبيؤثر هنا على بريطانيا كمركز مالي كبير رغم العبارات الانشائية الباغية اللي بيقولها بوريس جونسو اللي بتقولها الاسطن سيد عادل لحظنا ان بوريس جونسو هو من اكثر الزعماء الاوروبيين تشددا مع روسيا خلال هذه الحرب في اوكرانيا طيب لماذا هل هو موقف اخلاقي هل لان بريطانيا يعني الاثر لا يكون عليها بحجم الاثر على اوروبا ام انها مناورة سياسية برأيك السياسة مفهش اخلاق السياسة فيها مصلحة ومصلحة على مستويين المصلحة القومية العامة ودي بنجد فيها ان كل الاحزاب وكل الطيارات ملتفة حول الحكومة لانها قضية قومية بالنسبة للمصلحة السياسية الشخصية طبعا من مصلحة بوريس جونسون ان هو يصاعد هذه اللهجة الخطبي لانه يعلم ان من اسباب استبزاز الرئيس بوتين هو التقارب يعني هو فعليا في الشمال الاطلسي وكما قلت ان اكبر واقدم داعي للسلاح في اوكرانيا هو بريطانيا اكثر من الف شخص من القوات المسلاحة البريطانية القوات الخاصة بتقوم بتدريب الاوكرانيين لحوالي خمس سنين ونص دلوها تقريبا ندخلين على ست اعوام النقطة الاخرى دي نقطة اشحاتنا ننساها تنسيش ان الروس او المخابرات الروسية قامت بعمال استفزازية كبيرة هنا اغتالوا واحد كان معارض روسي هنا من تعريبا 15-17 سنة اغتالوا واحد كان بالسم اغتالوا واحد تاني قبلها بسلاح كماوي وذا ادى الى تدهور علاقات وادى الى فرض عقبات عشان كنا ناس يقول بريطانيا مش فرض عقبات كثير لا العقوبات مفروضة منذ ايام الازمة بتاعة الاختيال فهناك تاريخ من سوء العلاقات ومن الاعمال السرية الداخلية بين بريطانيا وبين روسيا طيب ايضا هجومات على الفضاء الالكتروني وعلى نظمة الكمبيوتر من جانب الروس ولا اعتقد انهم يعني بيشتغلوا من الحكومة الروسية لكنهم من داعيم الرئيس بوتن فهناك تاريخ ايضا من سوء العلاقات بين حكومة المحافظين وبين نظام الرئيس بوتن طيب ولكن السياسة البريطانية لا تتوافق دوما مع المخاوف الاوروبية هل ذلك لانه يعني ما يأكل العصي ليس كما يعدها كما نقول انا لا اعلم المعنى بهذا المسأل لكن ما اقول ان الاستقلال عن اوروبا اغضب الاوروبيين وكان هناك مشكلة كبيرة مع اوروبا بعد البريكزيت مشكلة منافسة بين فرانكفورت وفريس من ناحية على الانظمة المالية ومحارة استقطاب الاستثمارات بعيدة عن بورسة لندن وبعيدة عن مدينة لندن والجزء الثاني فيما يتعلق باتفاقيات التجارة خاصة عبر شطراء ايرلندا كما تعلمين شمال ايرلندي جزء للك المتحدة ايرلندا جنوبية لتزالف الاتحاد الاوروبي جاءت مسألة التوحد في مواجهة روسيا للم الشامل الاوروبي وادراك بروكسل ادراك اتحاد الاوروبي انه لا يوجد قوة عسكرية حقيقية في اوروبا سواء بريطانيا او فرنسا والتاريخ بيقول ان الفرنسوين داما بيرفعوا العالم الابيض عند اي مواكب هو فعلا الجيش البريطاني اللي بيقوم بدعم اوكرانيا دعم حقيقي فهذا ادى الى النوع من التقارب ايضا ادى الى النوع من الحرية في التعامل اوروبا ما هذا سيؤدي الى تقارب مع اوروبا في هذا المجال مجال بالزبط الاتفاق الجمروكي وما الى ذلك بعد انتهاء هذه الازمة والنحن مش عارفين الازمة حتى انتهاء ازاي لان اضرارها الاقتصادية على بريطانيا اوروبا كثير مما يلوح به الزعماء الاوروبيين والزعماء البريطانية